حتى يمكن أستاذ أشرف قبل الثورة القاهرة 30 وهو يمكن كان في الأربعينات عشر سنين ما قبل الثورة ومسألة الحديث عن الظلم الكبير اللي كان موجود في المجتمع المصري وكل ما يبشر بأنه لابد من قيام ثورة القاهرة 30 مبدئياً انتك 66 لكن كان بيكلم على أحداث من اسمه القاهرة 30 يعني 30يات وما بعد 30يات لكن الرواية نفسها اللي أخذ منها الفيلم كانت بالتحدث عن الأربعينات الرواية اسمها القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة لكن لاتي أنت تخلي أن الفيلم ده تم رفضه رقابياً أكثر من مرة لغاية لما تم الموافق عليه سنة 66 للمخرج سلح أبو سيف فالقاهرة 30 زي وزي مجموعة الأفلام اللي اشتغلت على الفساد السياسي اللي كان موجود قبل يوليو 52 قاهرة 30 في بيتنا رجل غروب وشوء الصرع في الوادي حتى فكرة الإقطاع لأنه أحد مبادئ الثورة المهمة جداً القضاء على الإقطاعيين فكل هذه الأفلام لما تحتشد مع بعضها وفي فترة زمنية وجيزة يعني الخمسينات والستينات بداية السينات حتى لغاية نص وتانية بستينات حتى مع استثناءات بسيطة فيلم مثلاً شيء في صدري سنة 71 أو فيلم غروب وشوء سنة 70 الأفلام احتشدت مع بعضها عشان تقول للمواطن المصري البسيط لماذا قامت الثورة قد كده كان في حالة من الفساد السياسي موجود آه ربما يكون في حالة رواج بشكل أو بآخر في جوانب أخر لكن بالتأكيد الممارسة السياسية كان فيها كتير من المشاكل التي قامت الثورة من أجله وده يبين فعلاً قد كده قادة الثورة كانت مؤمنة بالفن أقول لك حاجة مثلاً كتير الناس ما يعرفوهاش رئيس عبد الناصر لما يحضر على العرض الأول لفيلم إسماعيل ياسين في الجيش في يوليو 1955 ده معنى إيه؟ معنى أن رئيس عبد الناصر مؤمن جداً بقدرة إسماعيل ياسين على أداء دور في المسألة دي يعني أداء دور سياسي من خلال هذه الأفلام ولما يدعم فكرة إسماعيل ياسين في الأسطول وإسماعيل ياسين في التهران وإسماعيل ياسين في البوليس فكرة الأفلام اللي رغبت المواطن المصري البسيط في الجندية المصرية صحيح؟ يعني أفلام إسماعيل ياسين على وجه التحديد وإن كان فيها الحدث الفكاهي للمصريين بيحبوه طبعاً لكن قدمت كتير عن مبادئ العسكرية المصرية صحيح وشارك في صنعها عسكريين مصرين فاطين عبدالهاب المخرج هو ابن العسكرية المصرية سامي دابود واحد وعبد المنعم السباعي الاثنين من الناس اللي كتبوا هذه الأفلام هما أبناء العسكرية المصرية عز الدينز الفقار اللي يعمل ردة قلبي واللي يعمل بور سعيد هو ابن العسكرية المصرية عشان كده هو حتى كان بيعمله بشكل رومانسي جميل وناعم أنا كتبت كتاب لي عن عز الدينز الفقار في مهرجان اسكندرية كان تحت عنوان اسمه الحب في زمن الثورة كيف خلط وجمع بين الحب والثورة باعتبار أن الثورة هي فعل رومانسي في أعلى حالاته وبالتالي هو جمع بين حب الوطن وحب الحبيبة لما الجملة الشهيرة بتاعت إنجي بتاعتي بتوجعني قوي علي في ردة قلبي قد كده دابة المشاعر الشخصية في المشاعر الوطنية العامة عشان كده حتى عبد الحليم لما كان بيغني أغاني وطنية وأغاني سياسية كان بيغنيها بروح المحب وكانت بيغنيها بشكل عاطفي كما لو كان بيغني أغاني في أحلامه لحبيبته وشليبته عشان كده وصلت وقربت قوي من الشاب المصري البسيط ابن هذا الجيل اللي طلع بعد كده مؤمن ومشبع جدا بمبادئ ثورة يولي ويمكن ده خلى يعني العرب من المحيط للخليج يتغنوا بأهداف ثورة يولي طبعا بالتأكيد لأنه كمان خلي بالك لازم نحط في اعتبارنا حاجة تاني الحاجة الأولانية أنه المادة القوم العربي كان بتقوده مصر وبالتالي كل اللي بتقوم بيه مصر بيوصل إلى العرب من المحيط إلى الخليج الحاجة التانية أنه المنافس ما كانش موجود بالدرجة اللي احنا فيها النهاردة يعني الفن المصري كان تقريبا المتحدث الرسمي الأوحد أو الأهم باسم الفن العربي كله لما قلتهم تغني في الخميس الأول من كل شهر وكل أجهزة الراديو في الوطن العربي من المحيط الخليج تبقى مفتوحة على الإزاعة المصرية في هذا التوقيت ده نوع من الوحدة العربية التي كانت تزعج أعداء الوطن العربي وأولهم إسرائيل بالتأكيد وبالتالي ده نوع من التأكيد على ريادة مصر وقويتها النعيمة اللي بالفعل لعبت دور مهم جدا في ريادة مصر بشكل عام فكرة أنه أنا بصدر الثورة المصرية بمبادئها كلها للوطن العربي من خلال الفن المصري